يعتقد الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أن حلفاء الناتو بحاجة إلى استخدام تمرد فاغنر لتفكيك روسيا وأشار الرئيس الليتواني جينوسيدا إلى أنه توصل مع نظيره الأوكراني في زيلنسكي إلى رأي مشترك مفاده أن على الناتو الاستفادة من الاضطرابات الداخلية في روسيا بعد تمرد واغنر بزعم تقريب أوكرانيا من الحلف في القمة في فيلنيوس وقال نوسيدا لبينيس بالنسبة لأوكرانيا هذا نوع من الارتياح لكن الشيء الأكثر أهمية كما أكد الرئيس زيلنسكي أيضا هو أننا يجب أن لا نتخلى عن هذا الزخم الإيجابي ويجب أن نستخدمه مع مراعاة قمة فيلنيوس عبر الهاتف من كييف في الوقت نفسه تأمل ليتوانيا أن يتفق أعضاء الحلف في يوليو في فيلنيوس على منظور واضح لعضوية أوكرانيا في الناتو